أصل الإسلام دا دين الحق هنا يقول من الذي خلقه لأنك أنت عواتني بتقول لي والله قانون العلية بيقول لك الكتاب دا لابد له من كاتب الطربيزة دي أو هذه المنضدة لابد لها من صانع فأيضا أنا أمام خالق موجود من أوجده هذا سؤال هنا يأتي أن هذا السؤال منطقيا غلط لأنك تبحث عن موجود وجوده من ذاته السؤال دي يكون صح حين أكون أمام موجود لم يكن ثم كان هنا أسأل من أوجده لكن أمام موجود كلما تصورته تصورته موجودا أزلا وأبدا السؤال يبطل تماما لا معنى له سنسلم أو أبسطها بصورة أخرى لنفرض أنا سأمشي مع تساؤل الملحد وسأفترض أن الخالق له خالق ماشي؟ هذا أيضا يعني لا يرد الملحد ولا يرد المؤمن لأن الخالق الأول أيضا سيكون له خالق السؤال ورائك هذا الخالق اللي افترضته لابد أن يكون له خالق هذا الخالق أيضا نفس السؤال لابد أن يكون له خالق وهكذا يسمونه ذهاب العللي والمعلولات متسلسلة في الماضي العقل يبرهن على أن هذا التصور يستحيل ليه؟ أنا أضرب لك مثلا زي ما بنعلم أولادنا لو أن حضرتك يعني كنا نقول إيرش الزمان قرش يعني فنلنقو القرش لو أن واحد سلافك قرش وده الوجود مثلا واللي معه اللي سلافك القرش استلفه من واحد تاني واللي التاني استلفه من ثالث وهكذا وارجع إلى الوراء أن هذا القرش مستلف من 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 لابد أن تفترض أن هناك واحد ملك هذا القرش وأعطاه وإلا لو افترضت أن هذا القرش متسلف دائما من أشخاص لا نهائيين هذا القرش لا وجود له لا يمكن كيف وصلك وصلك من أعطاه لأنك أنت دائما ما تفترض أنه محتاج إلى واحد يعطيه فإذا ذهبت إلى ما لا نهاية خذ لماذا لك ما لا نهاية ده ما بحث فلسفي إذا ذهبت إلى ما لا نهاية العقل هنا يقول لك استحالة تسلسل العلل والمعلولات في الماضي إلى ما لا نهاية هناك في الأصل من صنعه من العقل لا بد كما أقول مثلا لو فرطت أن في عمود مائل مسنود على عمود ثاني العمود الثاني ده أيضا مائل مسنود على عمود ثالث وهكذا لا بد أن تفترض في النهاية لأن في عمود ثابت غير مائل وغير مستند إلى عمود آخر عمود مستند بنفسه حتى تتصور الحاجات المستندة إلى ذي هكذا الخالق لا يمكن أن تقول من خلقه لأنك إما أن تذهب في الماضي إلى علل ومعلولات لا نهاية وهذا يرفضه العقل وإما أن تضر إلى افتراض موجود لا موجد له وهو الله سبحانه وتعالى